ينضم إلينا في استوديو الجولة الإخبارية زميلي عصام عكريماوي مرحبا عصام هذه الجلسة ما الذي تتمنى ما الذي ستوقع المجموعة ديبرماسية العربية أن تحققه من عقدها هذه الجلسة جاءت بناء على طلب من السلطة الفلسطينية تقدمت به كل من جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة هي جلسة طارئة لمناقشة الوضع ما يسمى بالوضع المتفجر في مدينة القدس على أثر دخول الوزير الإسرائيلي إتمار بنكفير إلى باحات الحرام القدسي قبل يومين هناك بيانات قوية استنكار وإدانة لهذا الدخول تحت حراسة مشددة من القوات الشرطة الإسرائيلية بنكفير الآن هو وزير الأمن لذلك هو المسؤول مباشرة عن قوات الشرطة دخل بهذه الطريقة رغم أنه كان هناك إدانات لمثل دخوله حتى من داخل إسرائيل هناك أعضاء في الكنيست الإسرائيلي منهم يائير لبيد رئيس الوزراء السابق الذي وصفها بأنها زيارة استفزازية وتهدف إلى تعكير علاقات إسرائيل مع دول العالم ومع ذلك نجح بنكفير في الدخول إلى الساحات الحرم الشريف بالنسبة للفلسطينيين هذه تعتبر خطوة أخرى تهدف إلى تغيير ما يسمى بالأمر الواقع في المنطقة معروف أنه لا يسمح لليهود بالصلاة في منطقة الحرم القدسي لكن بنكفير يقول أنه يرغب بتغيير هذا الوضع ومن ثم السماح لليهود بأداء الصلاوات في المنطقة الحكومات الإسرائيلية متعاقبة ومنهم بنيمين نتنياهو قال أن الوضع القائم لن يتغير لكن طبعا من المبكر الحكم فيما إذا كان هذا الأمر سيضل أم سيتغير الأردنيين طبعا قلقون استدعوا السفير لكن لا يمكن أن نغفل أن هذه التطورات تأتي أيضا في قرار الجمعية العامة أو توصية الجمعية العامة باستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية الفلسطينيون يقولون دائما أن ملادنا الآن هو مؤسسات الشرعية الدولية هل يتوقع أي شكل من أشكال الضغط؟ وهل تتأثر بإسرائيل وتتفاعل معه؟ هناك إدانات لما قام به بن كفير من أدى الدول من دول الاتحاد الأوروبي وحتى من الإدارة الأمريكية التي انتقدت هذا القرار وطالبت بعدم القيام بأي خطوات استفزازية كما قالت لكن من غير المتوقع أن يتم عرض أي قرار للتصويت في مجلس الأمن لأنه من شبه المؤكد أنه سيقابل بفيتو أمريكي في هذه المرحلة لكن ستكون هناك خطابات وإدانات لهذا الوضع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس هناك أحيانا حتى شكل من إشكال الرسائل غير الإفراج عن سجين فلسطيني ظل معتقلا لأربعين عاما الرجل أدين أيضا كان قد أدين بقتل شخص إسرائيلي هل تمت شيء يقرأ في مثل هذه الإجراءات؟ لا هو ليس متزامنا مع هذه الإجراءات كريم يونس كان من المقرر إفراج عنه بعد أن قضى في السجن أربعين عاما كما ذكرت دخل السجن وهو في السادسة والعشرين من عمره وقضى أربعين عاما في السجن هو واثنين من رفاقه أحدهم سيفرج عنه في السابع عشر من هذا الشهر لكن طبعا هناك تغيير في قواعد الإفراج عن السجناء عادة عندما يتم الإفراج عن السجين يذهب أهله إلى السجن لاستقباله لكن الوزير الإسرائيلي بنكفير مرة أخرى قرر تغيير هذا النمط وذلك من خلال نقله إلى مدينة رعنانا وتركه هناك في الشارع بعد فترة تمكن من الاتصال مع عمال فلسطينيين موجودين واجاء أهله وأخذوه منه هناك أيضا تسعيد فينا ابن سليهم لكن كيف هي وضعية السلطة الفلسطينية والرئيس عباس في ضوء كل هذا وفي النهاية مضطر التعاون مع الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية يعني معروف أن السلطة في حالة ضعف في حالة ضعف وتفكك هناك تصريحات وانتقادات وتسريبات لأناس مقربون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنتقد عباس وهناك الكثير من التقارير خاصة في الإعلام الإسرائيلي تحدث عن صراع على السلطة خلف الكواليس لعنو عباس في السابع والثمانين والثمانين من عمره الآن وهناك صراع بين المقربين منه على خلافته لذلك السلطة وضعها صعب لذلك هي تلجأ إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن من أجل ربما الحفاظ على ما الوجه في هذه المرحلة شكرا جزيلا عصام عكرماوي مراسل بي بي سي أشكرك على هذه التوضيحات موسيقى